موسيقى مرحبا سؤال جديد ليوم جديد هل النجاح هو رحلة أم هو ما كان وجهة مقصودة إذا كان رحلة حنتمتع فيها كل يوم وكل ثانية من هاليوم حننبسط فيها إذا كانت وجهة مقصودة ما حنتمتع بحياتنا ولا يوم حطين قدامنا الهدف إنو نوصلنا ومش بس المشوار النجاح هو شو بدنا نحقق بالآخر وشو بدنا ناخد كسمن كسقر كبرايز إنما شو حيصير فينا وشو حنتغير عندما نصل لهوني كتير ناس اللي ركزوا عليه كهدف وسطوا لهوني بلقيوا إنو الهدف متل أي هدف تاني في فشل بالآخر ليش؟ أحباط بالأحرى لأنه حققناه صار بدنا نعمل واحد تاني واللي نظروا للنجاح كرحلة تمتعوا بالحياة، تمتعوا بأهلهم، تمتعوا بالطبيعة أخذوا وقت يشموا الزهور متل ما بقولوا أخذوا وقت يتمتعوا بالعليقات لحتى الرب دربهم وينبسطوا فيها وكان السبب النجاح أو هدف النجاح مش شو بدنا ناخد بالآخر شو حيصير فينا؟ شو حيتغير فينا؟ ماذا سنصبح عندما نصل إلى هناك؟ وبعتقد هذا المشوار المسيحي على الأرض أنه مش نحنا ناخد المسيح وناخد المسيح كسيد ونبلش نطلب منه يحقق لنا أهداف عمل لي وعمل لي وعمل لي وعمل لي وثلاثة ربائع صلواتي أنا بأول بداية إيماني كانت عمل لي يا رب، شو بعمل يا رب، قل لي يا رب ليش؟ لأن كان عندي مخطط لحياتي وبدأ يجي هو يبارك حياتي ولكن ما منفهمت أنه المشوار مع الرجوة رحلة بدي أتمتع فيها كل يوم وآخر الهدف هي السماء مش ضروري ركز على شي تاني غير أنه حقق له أهدافه لقله واتمتع فيه يومياً صرت بالطالة مركز على شو أنا بدي صرت مركز على هو شو بدي يعمل فيه ومشان هيك عمل المسيح بحياة المؤمن مش بس شو بيعمله شو بيعطيه إنما شو بيعمل بداخله كيف بيشيل الخوف، كيف بيشيل الحزن، كيف بيشيل الحقد كيف بيشيل عدم الغفران، وبحط الفرح، وبحط السلام هالإشياء ما فيه إنجاز فيه يعمله الإنسان بذاته فيه كتير تعليم عبتقول positive thinking، تفكير إيجابي، وشت حالك بس هدول إله المحدودية كتير وما فيك تتغير داخلياً لأن الدخير تغيير الداخل بيجي من اللي عايش فيك بداخلك هاي الروح القدس بيروحك من بتعرف هالشي النجاح صار إله غير معنى والنجاح بطل شو أنا بدي أعمل بحياتي شو الرب عمل بحياتي كيف أنا بدي أستسلم أكتر وأكتر وخليه وبنفس الوقت اتمتع يومياً بهالحياة اتمتع بالحياة المسيحية يومياً مشان هيك هو هيك قال لندخل إلى دياره بالفرح، بالحمد، بالتسبيح ليش؟ لأنه إذا داخلين محبطين مركزين على ظروفنا وشو نحنا بدنا نعمل ومعا بيطلع بإيدنا حيكون في إحبار بس إذا داخلين عارفين أنه هو قرر كل شيء وخطط كل شيء وعمل كل شيء من مبسط أنه مخطط الأفضل لحياتنا ونجاحنا مضمون لأنه يلي ضمنه هو الرب اللي خلقنا وما في مجال يفشل الله، ليش؟ لأنه هو النجاح بذاته فأنا بدي عيش هالنجاح، أنت بدك تعيش هالنجاح كرحلة تتمتع فيها يومياً وتخلي الرب يعمل عمله ولا بدك تحطي أهداف وتوصلنا هوني تلاقي ما في شيء هذا الشي يرجع لك، خبرني شو هتقرب أنا ناطق السياح أيها معي إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار حول موضوع اليوم ما تتردد اتصل فينا على العنوين التالي؟ فيسبوك نيو دي شو واتس أب 0096171 1629 ايميل نيوديشو اتجيميل دوت كوم اشتركوا في القناة